الحياة للسايد الأيمن مشهد يتكرر يوميا سيارات الإطفاء تحاول عبثا الوصول إلى مكان الحادث وإطفاء الحريق وربما إنقاذ العالقين وسط النيران جانب من معاناة فرق الدفاع المدني في العراق يضاف إليها ضعف الإمكانيات والتمويل والتجهيز فضلا عن عدم رفضها بالعناصر الشابة فإن مديرية الدفاع المدني حقيقة تحتاج إلى آليات أكثر تطور أكثر حداثة ونأمل ذلك إن شاء الله في الوقت القريب وخلال إصدار الموازنات كما تحتاج المديرية إلى الملاكات البشرية الشابة لأن أغلب حقيقة ملاكات مديرية الدفاع المدني أصبحوا كبار السن حتى تكون هذه الدماء الجديدة أو الشابة لها القابلية على المواصلة فيها الحوادث والتي تستمر في بعض الحيان إلى ساعات وأيام متواصلة يتحول عمل فرق الإطفاء إلى مغامرة للبحث عن الطرق السالكة وهم يحاولون تلاف الحواجز الإسمنتية التي قطعت أوصال العاصمة فضلا عن شبكة الأسلاك الكهربائية العنكبوتية التي تتشابك في فضاء المدن العراقية ما يعيق رفع السلالم كل ذلك يتسبب بهدر الوقت الثمين الذي قد يمثل الفرق ما بين الحياة والموت معاناة أجبرت قيادات الدفاع المدني على نشر عجلات الإطفاء خارج مقراتها كل حسب نطاق صلاحيته لضمان سرعة الوصول إلى مكان الحادث أنا ضمن مقاطع الكرادة عندي أربع عجلات إطفاء الطوارئ بالكرادة داخل موجودة عجلة إطفاء بالجادرية موجودة عجلة إطفاء أيضا بوكالة الاستخبارات التي هي منطقة العرصات موجودة عجلة إطفاء أيضا تقاطئ البلوت موجودة عجلة إطفاء نحرك أي عجلة ضمن الرقعة الجغرافية حتى يكون وصولنا بالوقت القياسي إن شاء الله تتفاوت أعداد الحرائق المسجلة بين يوم وآخر ولكن معدلها اليومي يصل إلى نحو ستين حريقا وترتفع نسبة الحرائق خلال فصل الصيف بشكل كبير لتزايد الأحمال على شبكة نقل الطاقة المتهالكة وتذبذ بقدرتها ما يتسبب بحالات تماث كهربائي غالبا ما تؤدي إلى اندلاع شرارة الحريق الأولى إضافة إلى تزايد الاعتماد على مواد البناء سريعة الاشتعال وعدم وجود منظومات لمكافحة الحرائق خاصة في المباني القديمة ومع غياب ثقافة التعاطي مع الحرائق فأن كثيرا من العراقين ينظرون إلى معدات السلامة ومكافحة النيران على أنها شيء ثانوي أمر تحاول مديرية الدفاع المدني تغييره عبر برامج توعوية مع التجديد على أهمية توفير منظومات مكافحة الحريق في المنزل والسيارة ومقر العمل يوسف الحسيني الحرة